يعني زي ما يقولوا كده للحديث شجون كابتن إيهاب جلال الله يرحمه كان طيب الذكر كان راجل له أيادي بيضاء على الجميع ذكرياتنا أكيد طبعا كتيرة معاك لعيبة وهو زي ما احنا عارفين اكتشف لعيبة كتيرة وصعد لعيبة كتيرة أكيد ليك ذكريات معاك يا نادر وكمان انت عبدال نبدأ طبعا يعني كابتن إيهاب من الشخصيات يعني اللي يعني بتتعوض مرة واحدة في حياة أي شخص ويعني بصراحة كان ليه تأثير جدا معي انحمدت ربنا انه كان يعني ربنا اقعني في شخصيات زي كابتن إيهاب يعني لانه ساعدني كتير وفي جنبي في حياة كتير ربنا ارحمه رب استبتوا زي خبر الوفاة مجرد ما استقبلنا الخبر اللي هو اصلا دخل المستشفى محدش كان بيفكر في حاجة غير ان هو عايز يروح المستشفى عشان يشوفه عايزين نتطمن عليه اللي هو بيبقى لهفة الابن على والده هو 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 كان رجل انا بكلمش على مدير فني ولعيب انا بتكلم على علاقة اكبر من كده بكتير علاقة اب باولادي اب اب حتى بيجي يقعد معنا حتى في محاضرات بيجي ينصحك بيقولك انا بكلمك دلوقتي ايه سيباك مكور انا بكلمك كاب عايزك تعمل كذا لدنيتك لاخرتك للك تبقى ربنا راضي عنك في الاخر الكرة دي مجرد ده حاجة لعبة بنلعبها لكن في الاول الاخر عايزين نبقى ربنا راضي عننا بس يعني بجد كرة مصرية فعلا خسرت حد من انضف الناس اللي في كرة مصرية بمانا دحي نادر كابتن ايهاب الله يرحمه اكيد كان لك مع مواقف كبيرة خاصة ان هو اللي صعدك او تاني حد يمكن صعدك للفريق بس هو طريبا كانت بدايتك الحقيقية معاه صح كده صح صح لا والله يعني هو من كان بيتكلم معي على طول بحاول ان انا يعني ما يخلنيش مهزوز بحاول انه يديني دفع وان انا نرعب بشخصيتي حتى يعني كان بيه تمرينات فردية كان بيمرنهول يعني بس فهو كان حاول بيساعدني على قد ما يقدر وانا كنت نفس يعني ان هو يبقى وسطنا عشان احاول برضو اثبت له وقول له فضل بعد ربنا صحنا وتعالى ليك كابتن بس الحمد لله يعني هو في مكان احسن دلوقتي ربنا رحمه رب كده ونقابله على خير يعني هناك في الاخر ان شاء الله اكيد هو في مكان احسن واكيد لو احنا مشينا بالوصايا بتاعته زي ما انت بتقول كابتن عبدالله ان هو كان بيركز على شق الاخلاقي شق الانساني في اللاعب بالاضافة ليه زي ما انت كده بتقول كابتن نادر ان هو كان بيدربك كمان على فنيات فاوة اكيد يعني لما يلاقي النادي اللي شاهد تقلقه وكان حقق معاه انجازات انه ذوان بيرجع لسبق عهده كده حاجة تسعده جدا يعني اكيد طبعا انا كده